يقول إذا كان هناك شخص اشترى عقدا للعمل بغير اسمه واستخرج جواز سفر بهذا الاسم المستعار ويريد الحج به فهل يصح هذا الحج أم لا ومن حكم الشرعي في هذا العمل الذي هو احتيال على أنظمة الدولة ومخالفة لها وما حكم الكسب الذي يكسبه بهذا الاسلوب المفروض في المسلم الصدق في المعاملة والتجام الأمانة وأن لا يكون مخادعا ومخاتلا ومحتالا لا سيما على الأنظمة التي فيها مصالح للناس وتنظيم لأمور الناس ولا يجد للإنسان أن يحتال عليها وأن يلبس على المسؤولين وأن يخالف الأنظمة وأن يكذب وفي هذا عدة محاذير والاكتساب الذي يحصل من هذا الطريق اكتساب غير شريف المسلم يصدق ويتعامل بالصدق ويتحرى الصدق جائما وأبدا الله سبحانه وتعالى يرزقه ويعينه من يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إما قضية أنك بهذا الاحتيال أديت الحج واكتسبت مالا الحج صحيح في حد ذاته إذا استكملت أحكامه وأديت ما وجب الله تعالى فيه فإنه صحيح ولكن عملك واحتيالك تعاقب عليه عليك أن تتوبر الله سبحانه وتعالى عن مثلي هذا العمل وكذلك الكسب إذا لم يكن فيه معاملة محرمة ولا غش ولا ربا كان الكسبا شريفا ما هو كسب الحلال ولكن الطريق الذي ارتكبته والاحتيال الذي احتلته في الوصول إلى ذلك هذا شيء لا يجوز وأنت تأثم عليه الله تعالى أعلم أحسن الله إليكم